وهذا الصليب اللي هزم فيه طبعا الشيطان وهزم وجردهم يعني فضحهم زي قائد عسكري كبير رحشال كل النايشين منه وخلع كل هذه الامور وفضحه صار الاشي علنا هو ما زال موجود الشيطان لكنه عدو مهزوم وأضعف مؤمن في العالم يستطيع أن يهزم كل أبالسة الجحيم بنعمة الرب وبقوة عمل دم يسوع المسيح وفي اسم الرب يسوع المسيح نستطيع أن ننتصر بسبب عمل يسوع المسيح على الصليب مكتوب عنه في صفر رؤية يسوع بيتكلم عن نفسه بقول عنه الكتاب الذي غسلنا من خطي الذي أحبنا وقد غسلنا من خطيانا بدمه ثم قال عن نفسه أنا هو الألف والياء البداية والنهاية الأول والآخر الكائن الذي كان والذي يأتي القادر على كل شيء يقول الحي وكنت ميتا يعني مات وها أنا حي إلى أبد الآبدين وكما قال الطبيب لوقة المؤرخ عنه كاتب سفر أعمال الرسل وإنجيل لوقة بروح القدس قال عن يسوع برهن عن نفسه ببراهين حية بإثباتات كثيرة من خلال قيامته التي أعطت مصداقية لصليب المسيح ومن خلال الشهود التي رأت قيامة المسيح وما فعله يسوع المسيح